قبل ما نبدأ أخبارنا وفقارتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلونا نصبح على فاطيمة ونتعرف منها على أخبار الشوارع دلوقتي صباح الخير عليك يا فاطم صباح الخير يا شازلي صباح الخير جمانة صباح الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى وصباح الخير يا مصر دلوقتي هنستعرض مع حضرتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وهنبدأ بشارع رمسيس اللي بيشهد كثفات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثفات نسبية وهنروح عند كوبري الجلاء هنلاقي برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة وعند كوبري المطار في كثفات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا دخلين على طريق المطار عند كوبري الحدايق اللي الجاي من الزاوية ومتاجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات في الجيزة خلونا نستعرض هناك للحالة المرورية شارع فيصل بيشهد كثفات مرورية وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريطية وفي منطقة المساحة والشارع العريش ومدكور والطلبية وظهرت بعض الكثفات في منطقة مشعل وكثفات من شارع العشرين والحد الطلبية وكثفات للمتاجه إلى كوبري الجيزة المعدانية وشارع فيصل بمنطقة طوابق حتى العشرين طريق المحور بيشهد كثفات بسيطة قبل محور ميدان اللبنان أما المتاجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية وهنفكر حضراتكم أن في بعض طرق مغلقة فيه للقادم من أكتوبر زي الدائري والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن المحور 26 يوليو خلونا نروح كمان لمحافظة أسوط وقدام مستشفى أسوط الجامعي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسوط ولما بنوصل هنلاقي كثفات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريج لحد طريق الدائري في المحافظة وهناك سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسوط نكمل جولتنا المرورية ونروح للإسمعالية ولو بدأنا طريق من مبنى ديوان عام المحافظة هنأخذ طريق أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6 طريق الإسمعالية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من محافظة القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي لكن طريق الزراعي في بعض الكثافات الموتادة في مثل هذا التوقيت هلونا نستعرض مع حضرتكم في جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة والتقس كمان هيكون النهاردة حار على القاهرة الكبرى والوجل بحري والسواحل الشمالية ولسه في نشاط رياح على بعض المناطق شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجل بحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد درجة الحرارة متوقعة النهاردة في القاهرة هتكون 34 أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 وأقل درجة حرارة في العالمين 31 درجة هنتابع مع حضرتكم التقس لكن بعد قليل